هتحضريه في خمس دقيق وهتكليه بعد ساعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه؟ يارب دايما تكونوا بخير ويارب تكونوا بافضل حال النهاردة بإذن الله هنعمل الخيار المخلل السريع اللي هتحضريه في خمس دقيق وتكليه بعد ساعة ان شاء الله ان شاء الله الطريقة سهلة جدا وبسيطة ومش هياخد منك وقت خالص ولا اي مكهود هنسمى الله ونبدأ معانا الخيار اللي هو البلدي الجميل موجود في السوق وكتير اللي هو من دول في السوق بس نقما نجي نختار الخيار للمخلل نختار الخيارة الصغيرة لانها بتبقى ناشفة ومش لانما الخيارة الكبيرة بتبقى يعني قلبها زي اللي طر شوية فدي افضل خيارة للتخلين معانا ميا مغلية ومعايا الخيار بتاعي بعد ما غسلته كواس جدا انا ما بحبش يعني انا اتضفه لاخد القطعة اللي فوق ديت والقطعة اللي تحت لأ بسيبه زي ما هو كده عشان ايه يتانو معايا ارمش وجميل لحد اخر خيارايا بإذن الله معايا ميا مغلية 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 يعني مس سخنة بس ومعايا معلقة من الهرمية من الملح وثلاث معالق من الخل ونص معلقة سكر تمام؟ هحط الميا المغلية على الخيار بنفس الطريقة زي ما حاضرتكم شايفين كده يلا صلى على رسول عليه افضل الصلاة والسلام واكتبولوا في التعليقات عليه افضل الصلاة والسلام وما تنسو استدعمو اخدوكم في اللايك والشير وعشان الكل استفاد بإذن الله شايفين باسم الله ولا قواته الا بالله الخيار معاناها تحفة تحفة شايفين رائع واكتر من رائع الخيارية جميلة ومتمسكة وقوامها حلو شايفين ما شاء الله وركواتها إلا بالله ده بعد ساعتين اتنين عشان ما تحكش عليكم ده بعد ساعتين اتنين من الميا المغلية اللي حطناها عليه والخل وعصرة اللامونة والملح والسكر تمام دلوقتي هبدأ أصف الميا بتاعته طبعا مش هسيبه كده في الطبق هبدأ دلوقتي أصف الميا بتاعته دي المحلول بتاعته ده طبعا مش هرمي وهبدأ دلوقتي أحطه بقى في البطرمان بتاعي زي محضراتكم شايفين أما بالنسبة له انت عندك بطرمانات خاصة للمخللات اللي هي الزجاج اللي هي قابل لان انتو تحط فيه ميا مغلية فانت هتصف فيه وتحط تصف الخيار وتحط المحلول زي محضراتك شايفة كده وتقفيل عليها عادة ما في شيء مشكل بس البطرمانات دي طبعا ما تستحملش الميا المغلية فأنا حطته الأول وبعدين رجحت دلوقتي هعبيه في البطرمانات زي محضراتكم شايفين هصفوك ده واحدة جنب واحدة شايفين ما شاء الله والقواتة إلا بالله طبعا جميل جدا ما خدش مننا وقت ولا أي مجهود هتكل منه يعني على طول بإذن الله وهيكون معاك جميل ومقرمش لآخر قطعة بإذن الله شايفين بدأت كده أحط المخلل بتاعي كله وازبط البطرمان بتاعي ولو بقي عندك حاجة طبعا هتحطيها مش هتسيبيها برضو في الطبق أخلص كل الكمية شايفين ما شاء الله طبعا الطريقة دي جميلة جدا مش هتاخد وقت معاك في تخليل الخيار لو انت هتعمل لسا دوتشات تعمل لأي حاجة هيكون معاك جميل جدا دلوقتي هنجيب المحلول بتاعنا اللي هو الميا المغلية طبعا الميا دلوقتي بقت متفلترة ومعقمة مش هتريم ولا هيجررها أي حاجة خالص شايفين ما شاء الله طبعا دلوقتي أنا هحط المخلل بتاعي شايفين هحطه النهاردة على الرف المبخ آخر النهار بإذن الله أو تاني يوم الصبح منكم بقى هحطه على رف التلاجة عشان يتنوا مقارمش معايا وجميل لآخر قطعة بإذن الله أتمنى رب الفيديو بتاعنا يكون بسيط على قلوبكم وكون ضيفة خفيفة على قلوبكم آآ واتمنى الفيديو يكون عجبكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة